أحلام خول الطفلة لم تتوقف عند خول العالمة والمسؤولة بل تضخم حلمها ليتحول من حلم شخصي إلى حلم بحجم الوطن أسمته الحلم السعودي الحلم السعودي كتبته تقريباً سنة بعد الوسام لأنه لما كنا في أمريكا نسمع عن الحلم الأمريكي وأنه الفرص يعني بلد الفرص يعتبر كيف تنظر الفرصة مادية علمية اجتماعية أنا كبنت القرية بنت الجوف بنت عالمها محصور في حي متواضع صغير في الجوف أنه توصل إلى أعلى درجات العلم في الطب تكرم من الملك يعني حسيت في هذه الوقفات فيها حقيقة فيها أنه إنسان عادي ممكن يأخذ فرصته إذا بذى المجهود وإذا أعطى فقارنتها سميتها في الحلم السعودي كانت جزء من خواطر يعني أنا كتبتها في كتاب أنه الحلم ما هو بس الحلم الأمريكي حتى الحلم السعودي فيه إذا أنا قدرت أوصل بنفسي بهذا الشكل ورغم هذه الظروف في بلدي فالكل يقدر يوصل هذا يعطي أمل لكل الفئات التي تعيش في هذه المدن الصغيرة أو في هذه المدارس الرسالة التي حولها وصلها أنه النواحي المادية ما هي هي التي تعمل نبوغ العقل ولا هي التي تعمل جمال الروح ولا هي التي تعمل روح الإبداع عندك هذه تجي من مجموعة أشياء من ضمنها يمكن أنك أنت تكون متمسك في بساطك في جذورك في أرضك أعتقد معظم الناس التي توصل بهذا الشكل تكون البدايات متواضعة فعشان كذا أنا كتبت عن الحلم السعودي ترجمة نانسي قنقر